اكثر ما يثير الهلع في قلوب البشر هو انتشار مرضا لم يعرف بعد المسبب وراء ظهوره وهذا تماما ما يجهله العلماء حتى اللحظة حول الناقل الرئيس لفيروس كورونا الجديد سلالة كورونا الفيروسية والتي كشف الاطباء عن وجود ستة فيروسات منها ليأتي كورونا الجديد ويكون السابع بينها كان اشدها خطورة في عام 2002 عندما كان فيروس السارس قد حصد مئات الارواح الفيروسان من سلالة الامراض التي تصيب الجهاز التنفسي ويقع المريض في التهاب الرئوي حاد تشير الاحصائيات الحالية الى ان واحدا من كل اربعة تكون اصابته خطيرة ومن النادر ان تتضمن الاعراض الاولية للمرض رشح الانف والعطس وتظهر على المصابين باحد فيروسات كورونا مجموعة متنوعة من الاعراض التي تتراوح بين اعراض نزلة البرد الخفيفة وحتى الوفاة ربط التقارير عدة بين فيروس كورونا المكتشف حديثا وسوق للمأكلات البحرية جنوبي الصين في مدينة اوهان المدينة التي اكتشفت فيها اول حالة مصابة بالفيروس المكتشف حديثا في الاول من كانون الاول الماضي يوجد في هذا السوق حيوانات برية اخرى مثل الدجاج والوطويت والارانب والافاعي والتي يرجح ان تكون مصدرا ناقلا للفيروس الى البشر وبينما تشير هذه الارقام الى تقديرات اولية فانها تضع كورونا الجديد المكتشف حديثا في نفس فئة الفيروسات الفتاكة مثل السارس تكمن خطورة كورونا الجديد كفيروس بتحوله لوباء عالمي مثلا في الوانز الخنازير لكن مشكلة ناشر العدوى دون ان تظهر عليهم اعراض الاصابة سوف تجعل مهمة السلطات الصينية المعنية بمكافحة الفيروس اصعب بكثير لا يوجد امصال مضادة للفيروس المكتشف حديثا ولا ادوية للعلاج منه لكن العمل على تطوير امصال وادوية لفيروس كورونا الجديد يجري في الوقت الراهن على قدم وساق وتنعقد الامال على الابحاث التي اجريت لتطوير مصل مضاد لفيروس ميرس خارطة انتشار الفيروس توزعت بين الصين وامريكا وكندا وبعض دول اسيا فيما لم تكتشف اي حالة اصابة في الدول العربية التي تعاني معظمها من ضعف في الخدمات الصحية فيما تحاول السلطات فيها من مواجهة انتشار المرض بالوقاية والمراقبة عبر المنافذ الحدودية الجوية والقادمة تحديدا من الصين اشتركوا في القناة